اخر حاجة قبل ما اطلع لاخر اخبار الترند كوبا امريكا واللي حصل في كوبا امريكا في فجر اليوم موقف صعب جدا نتمنى الاتحاد الدولي الفترة اللي جاية يبدأ يشوف التفاصيل دي لان اكيد امريكا عندها كاس عالم اندية الاهل المشارك فيها كاس عالم 2026 منتخبنا الوطني باذن الله ربنا يوفقنا ونتأهل للولايات المتحدة الامريكية ولكن بالامس الفاينال بتاع كوبا امريكا اتأخر حوالي ساعة وتلت مطش المفروض يبدأ الساعة ثلاثة الفجر بدأ الساعة اربعة وثلت مشاكل في الدخول جماهير كان فيها مشاكل شايفين طبعا فيديوهات مبارح كانت منتشرة بشكل كبير جدا عن السوشيال ميديا بصوا وغدين بالكم الناس عايزة تخش فين دي الممرات من فتحات التكييف للدخلك على الملعب يعني انا مش عارف الناس قدرت تدخل بالشكل ده ازاي دي بوابات الملعب طبعا الامن كان بيتعامل بقوم في كبير جدا طبعا فيه اصابات فيه تدافع الموقف كانت صعب جدا الفيديوهات طبعا لو شغلنا الصوت الوضع هيبقى صعب جماهير كولومبيا يمكن دخلت بأكتر من حوالي نسبة تربيعين في المية اللي مش معاها تزاكر لعبة الارجنتين رفضت تنزل تعمل عملية الاحماء بسبب عدم دخول اصارهم الى الاستاد ملعب ده في ميامي في ولاية فلوريدا يعني انت بتتكلم على احدى الملاعب واحدى الولايات اللي هتستضيف مونديال الاندية في عشرين خمسة وعشرين وكأس العالم في عشرين ستة وعشرين شايفين البوابات والتدخل عامل ازاي اكيد لازم الاتحاد الدولي يبدأ يناقش ويشوف المشاكل دي لان اللي حصل في فاينال كوبا امريكا يجب قال لا يمر مرور الكرام عموما المبارة بدأت اربعة وطلت خلصت حوالي الساعة سبعة سبعة ونص كده وفازت الارجنتين بالبطولة ونتمنى المشاهد دي ما نشوفهاش والحمد لله نمرت بسلام يعني ما شفتش تقارير طبية قالت لقدر الله في وفيات او حاجة ولكن طبعا المشهد كله كان مشهد صعب جدا